اشتركوا في القناة مقدمة الورشة هي عرض عن مبادرة تمت من مجموعة شباب وشابات بعمل تطوعي لتوثيق المملكة من الجو ولو نرجع للزمن قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات ما أتوقع أنه ممكن في يوم أوقف وأتكلم عن الآثار أو التصوير الجوي في المملكة وحبين نوريكم عن تجربة الفريق كيف ممكن المهتمين مع الوقت يشيروا عضو فعال في التوثيق الفوتوغرافي لأثار ومواقع المملكة جميع الصور التي ستشوفوها إن شاء الله هي من تصوير الفريق باستثناء صورة واحدة يمكن النقطة الثانية جميع الصور التي ستشوفونها تمت أو جميع الرحل للفريق تمت في عطل يوم عطل أسبوع وكانت تحديداً يوم الجمعة فهي مبادرة تطوعية يوم الجمعة بدل ما يكون وقت راحة لنا لأبادرنا وحبينا نسوي قيمة مضافة للأثار والمواقع الموجودة في السعودية بمبادرة شخصية بدون أي توجيه أو طلب من أي جهة حكومية نبدأ معكم الدورة للورشة العمل فريق إرث للتوثيق الجوي أهمية التوثيق الفوتوغرافي للموقع معنا التوثيق التوثيق ترتيب واختصار وتدوين مادة مطبوعة كمرجع الفوتوغرافي هي الصورة والصورة تغني عن ألف كلمة الإرث الأمر القديم توارثه الآخر عن الأول توثيق الإرث مسؤولية المجتمع وليست فقط الحكومات عدد الفرق التطوعية دليل على مدى تقدم الشعوب والدول بادرة 14 شاب وشابة من أصحاب الاختصاصات والمهارات المختلفة بتأسيس فريق تطوعي باسم فريق إرث للتوثيق الجوي مبني على رسالة واحدة رسالة الفريق تأسيس فريق تأسيس فريق يعمل مع الجهات الحكومية يضم أعضاء أصحاب مهارات واختصاص قادرين على استكشاف وتصوير وتقديم المواقع الدينية والتاريخية والطبيعية والحضارية في المملكة بشكل محترف للغاية يساعد الجهات الحكومية وغيرها على إبراز هذه المواقع من خلال صور احترافية تعطي الموقع حقها التاريخي وإخراجه بمستوى عالمي للعالم الخارجي المشكلة اللي عندنا في السعودية نعتقد أن الصور المواقع الأثرية اللي عندنا تعتبر مواقع على السكيل جدا قوية لكن الإخراج عندنا ضعيف دقة التصوير ضعيفة فن التصوير ضعيف المحرك الرئيسي لإقامة الفريق أنه ممكن تجي طيارة هالوكابتر تطير فوق موقع أنا طيار عارف الوضع يسير في الجو طيار يمشي فوق مسار لو حب يوثقوا هذا المركز راح يمشي وراح يعطي توجيه المصور أنا أفتح لك الشباك صور الموقع وراح المصور يحاول أن يتعامل مع البيئة هذه وصور الصورة اللي يقدر عليها لكن لما تستخدم طيارة تطلع برحلة تطوعية الساعة مهمة وجودة في يدك تأخذ راحتك وممكن زي الموقع هذا نلف فوق أربعين لفة حتى نأخذ الوزنية الصحيحة للأتفاع الصح لموقع الشمس وزاوية ضربة الشمس في المبنى وتطلع صورة على مستوى عالمي إذا استخدمنا هذه التكنيك في جميع صورنا أو جميع مواقعنا التراثية في المملكة راح نقدر نحط صور تطلع في الـ CNN أو تطلع في المواقع العالمية الجهاد الحكومي يمكنك أن تكون عند القدرة تسوي شيء هذا لأنهم يخذوها كمهمة لكن الجهاد التطوعية والمجتمع يفترض أنه يبادر ويصور صور تكون خير سفير للدولة في المسابقات العالمية للصور التراثية فهذه هي رسالة للفريق تأسسها عام 1435 في رمضان كانت أول رحلة لنا في رمضان ونحن صايمين مقره في عاصمة الإسلام الأولى المدينة المنورة مختص في التصوير الفوتوغرافي للموقع تصوير الفيديو استكشاف وبحث عن المواقع الأثرية يمتلك كوكبة من مصورين محترفين ضيرين أصحاب خبرة مصممين خبراء في المعالجة والمنتاج حتى يعمل الفريق بشكل ممتاز وسلس يحتاج إلى مكتب أو جهة إشرافية أو جهة مختصة تقوم بإمداد الفريق بالمعلومات من أصحاب الخبرة فسوينا لجنة أو مجموعة أعضاء شرف من دكاترا مختصين في علوم السيرة النبوية في الآثار والتاريخ ودكاترا في مجلات علمية مثل الجيولوجيا يستخدم طائرة رياضية وشرعية وتمكين المصورين بالالتقاط صورة من الجو ويستخدم معدات تصوير احترافية متطورة إذا ما عندك معدات احترافية في التوثيق متطورة كل عملك ما رح يكون له نتيجة ويمكن هذه كانت من مشاكلنا في البداية ما كنا مستوعبين الفكرة هذه ففي مواقع راجعنا مرة ثاني عدناها لأنه كانت الكاميرات ضعيفة وطورنا الفريق كاميرات ومعدات أفضل حتى وصلناها إلى صورة ممكن تطبع على مقاسات كبيرة المواقع التي يقوم الفريق إرث بالتصويرها جونا عندنا أربعة محاور أو أربعة أحداث الأولى هي المواقع تخص السيرة النبوية الشريفة صاحب يسموه الملك الأمير السلطان ذكر قبل كم يوم أنه اهتمام المملكة رقم واحد في المواقع السير النبوية التي تعتبر مثلاً مثل الغزوات المساجد الذي كان فيه رسول صلى الله عليه وسلم فكرتنا أنه جميع مواقع الغزوات تصور من الجو نرفض فكرة أنه نكون في المدرسة يقول لك هذه غزوة وبالرسم هنا الخندق سار نحن عندنا الآن كل شيء أولاً لم يكن فيه طيارات لم يكن فيه تصوير الآن أنت عندك كل شيء فإذا استمرنا في الوضع هذا نحن لم نبدأ تدمع الوضع الذي نعيشه المحور الثاني في أهدافنا المواقع الأثرية والتاريخية الموقع الثالث اللي هي طبيعية معلش فيه فرق بين هنا وبين الشاشة الموقع الثالث هو المواقع الطبيعية المواقع الطبيعية مثل البراكين الواجهات البحرية الأودية الجبال الغريبة الشكل والموقع الرابع المواقع الحضرية اللي هي المواقع اللي تم بنائها في عصر الدولة السعودية الحديث وهنا نتكلم عن إما نبرز تاريخ للعالم أو نبرز حضارتنا أو ما قمنا ببناءه في الوقت الحالي للعالم مثلا زي الآن برج المملكة أو برج الفيصرية يعتبر من ضمن المواقع الحضرية الإرث إما نتوارثه من الطبيعة أو نتوارثه من البشر إرث الطبيعة هو ما أنجبته تغييرات الطبيعية في المنطقة في 2008 في يوم الأرض قامت ناسا بالطلب من أعضاء المحطة محطة الفضاء الدولية بتصوير الأرض هذا المعلومة أعتقد 99% من السعوديين ما يعرفوا عنها يوم صوروا الأرض من المحطة أخذوا الصور ودخلوا في مساوقة الموقع العاشر كان حرة خيبر في محافظة خيبر في المدينة من وراء هذه الحرة هي عاشر أجمل بقعة شهدت من الفضاء للأرض طيب الرابط هذا الرابط اللي حاب يأخذه معلومة توثق منها شكل الحرة الصورة اللي فازت سبب جمالها الفوهات رقم واحد رقم اثنين كيف حرة بركانية يفترض يكون لونها أسود سير لونها أبيض وأسود حتة جيولوجيا هي تعتبر شيء غريب أن أنت عندك حرة بيضة وحرة سودة ولو تلاحظوا بينهم خط في النصف فاصل بينهم أهمية توثيق إرث الطبيعة رقم واحد البراكين كنز جيولوجي عالمي السعودية فيها تقريبا عشر حرات بركانية ما يميز السعودية عن بقية العالم في البراكين أن براكين لا يوجد عليها مسطح مسطحات خضراء تغطي جمالها أو شكلها فهي ظاهرة كما ولدت لو تعرفوا جزيرة بالي في اندونيسيا هي جزيرة مبنية على بركان لكن ما رح تشوف البركان أبدا لأنها مغطية بالغابات السعودية عندها كنز جيولوجي واضح لأهل الجيولوجيا في العالم يشوفوه ومش حرة ولا حرتين عندنا عشرة حرات رقم الثنينة مهجورة ومجهولة المواقع الغريبة الطبيعية والمواقع بالذات البراكين مهجورة ومجهولة في كل رحلات نطير فوق البراكين نشوف أشياء عجيبة غريبة رقم الثلاثة قابلة للتغيير نبدأ بالصور الجوية أول صورة من نفس حرة خيبر جبل القدر يسمونه طبعا الصور كلها باستثناء ناسا الآن صور فريقنا هذا جبل القدر وهذا جبل البيضاء في نفس حرة خيبر جبل بركاني أبيض وهذا الفوه التي ترونها هي فورة فوهة بركانية لكن وسيعة ليس شرط أن الفوهة تكون صغيرة تكون كبيرة وغرابتها أن كيف فوهة بركانية أو كيف جبل بركاني لونه أبيض بينما أخوه الجنبه أسود هذا الحرة يقال أنها تكونت قبل خمسة مليون سنة جبل الملسة أو حرة أو فوهة بركان جبل الملسة جبل الملسة في المدينة من أورا تقريبا يبعد عن الحرم النبوي تسعة وثلاثين كيلو بالضبط إذا رحت المدينة قبل ما تهبط الطيار ستشوف حرة بركانية ستشوف منطقة السودة يقال من سبب هذا البركان طبعا هو واحد من من فوهات موجودة في حرة رهط التي هي داخلة في المدينة وممتدة جنوبا إلى منطقة مكة هذا البركان مصداق لكلام أو لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه ما تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضاء لها أعناق الإبل في بصرة بصرة الشام في عام ستمية واربع وخمسين هجري ثار هذا البركان وذكرت المصادر أنه شهدت لا مش شهدت النار شهدت إنارة وضيئت لها أعناق الإبل في سوريا التي هي في مدينة بصرة بالذات جبل ثاني موجود في حرة كشف منطقة الطايف جبل بفتحتين أو فوهتين موجود الحال ومهجور لا أحد عارف عنه بجنب بركان الملسا واحد من البراكين جبل غريب الشكل حرط رهط اللي هي قلناها ممتدة من المدينة من ورح حتى منطقة مكة تعتبر أكبر حق البركاني في المملكة فيها سبعمية أكثر من سبعمية فوهة بركانية زي كذا يعني عمل كبير جداً اللي حاب يوثق معالم الطبيعية أو البراكين في السعودية جبل علاهين في محافظة الحناكية في منطقة المدينة من وراء جبل تاريخي فيه نقوش يقال أنها موجودة من خمسة إلى ستة آلاف أو يمكن ثمانية آلاف سنة النقوش فيها البقرة الوحشي اللي انقرض من الجزيرة العربية جماله لأهل السياحة وأهل التراث هو من الأرض لكن لما تطلع فوق من الجو تشوف شيء ثاني أنا سميه الرجل حديدي جبل غريب الشكل من الجو كأنه كأنه جسم إنسان بس رأس مدري في الراح هذه الصورة يعني ضخمة فيه السيارة موجودة بس ما هي طالعة لو تشوفوا خط صغير هذا الشبك الصورة مو غريبة الصورة جدا عالية الجبل لو حبيتوا تأخذ تفاصيل عنه يكتبوا جوه العهن يمكن أن تطلع لكم في جوجل ما تشوفوا الشكل من الجو كيف أو عن طريق سترايت الموقع الأخير في الطبيعة هو من يعرف هذه المكان مالديف المنطقة الغربية أيوة لا المنطقة الغربية المنطقة الغربية المنطقة مجدigans أين بالضبط من النوع الرأس الأبيض في الرأس لا هذا حقنا من الفريق هذا مندس من الفريق الرأس الأبيض في الرأس ممسجل في السياحة ومن أجمل الشواطئ عندنا الرحلة هذه بعدها قلنا أن هذه المنطقة هي مالديف المنطقة الغربية جميلة لأبعد درجة الرأس من الجو جميلة لأبعد درجة الرأس ينبع تقريباً 80 كيلو بعد ينبع تنتهي منطقة المدينة تدخل في منطقة تابوك الرأس بين المدينة وبين جدة أو بين المدينة وبين رابغ طبعاً جدة رابغ الرأس ينبع وممكن توصل لها حتى الآن مازات موجودة بالشكل هذا الرأس يقالون عليها مشروع كان قبل أزمة أزمة بيترول كان يقالون عليها مشروع كبير وحيراً يجي طب إيش أهمية توثيق الموقع الطبيعي ما في لا مركان ولا شيء نحن الآن كجيل مطلوب مننا إنه ما زلنا شايفين الموقع موقع لسه من لمس يفترض إحنا نوثقه ونحفظه عندنا في الدهات عشان لو جاء عليه مشروع يكون إحنا قدينا رسالتنا كجيل لجيل الثالث هذا الموقع أساساً كان كذا ونسلمهم الصور قبل وبعد المحور الثاني لهو إرث البشر ما هي أهمية توثيق الإرث البشري معرفة نمط الحياة وفن العمارة سنأخذكم من تقريباً ستة آلاف سنة حتى السنة الفاتت في كيف كان البشر يبنوا بيوتهم الصورة الأولى لمنطقة الثمد في محافظة خيبر في المدينة منورة منطقة المدينة منورة أو من شكل العام الحجاز والحسا واليمن أعتقد من أقدم المناطق في الجزيرة العربية التي لديهم التاريخ أهل التاريخ يصححون إذا كانت معلوم الخطأ يقال أن هذه المنطقة تعود إلى قوم ثمود أنا لا أتأكد لأننا في الأخير مصادرنا نأخذها على المكتوب في الإنترنت لكن الغالب أنها تعود إلى عصر الحجر العصر الحجر يمكن كان قبل خمس آلاف سنة، ستة آلاف سنة، ثمانية آلاف سنة الدليل والشاهد في الصورة هذه أن نرى زمان كيف كان يبنوا البيوت هذه تقريبا قرية كاملة فوق التلة هذه البيوت زمان ما كانت زينة بزوايا كانت دائرية تقريبا وحجرية يستخدموا الحجر بعدين نرجع إلى تقريبا 1400 سنة الربذة أحد يعرف الربذة؟ الربذة مدينة أبي ذر الغفاري لما اعتزل الناس في عاصر سيدنا عثمان وقال أنا بروح أسكن في الربذة ما كان فيه ولا شيء في عام ثلاثين هجري وقنى بيت صغير له وبنى له مسجد وكان معتزل العالم إيمانا أن الدنيا صار فيها فتنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا بجلس الحالة كده في الصحر هذه تقريبا حوال 160 كيلو مستقيم 160 كيلو تقريبا مستقيم عن المدينة باتجاه القصيم الربذة مدينة أسست في عام ثلاثين هجري وماتت في عام ثلثمية وسبعة عشر هجري بدخول القرامطة إلى المنطقة ولما دخلوا القرامطة وأخذوا حجر الكعبة يعني المدينة هذه لها ألف ومية سنة على هذا الوضع انتهت بالشكل هذا كانت تعتبر زي المصيف للأمراء والسلاطين في هذه الفترة الشاهد في الصورة هذه كيف كانت البيوت تبنى في عصر قريب من بداية الإسلام لو تلاحظوا دخلنا الآن في الزوايا البيوت اللي فيها زوايا مش دائرية هذه قرية كاملة وفيها أحياء أو مدينة كاملة وفيها أحياء الآن راح نشوها بالصورة الصورة الثانية توضح هذا حي كامل الآن عندنا بيوت مجموعة بيوت لو تشوفوا في جهة اليمين في أربعة قواعد هذا مسجد وراح تشوفوا بعدين مسجد جامع للمدينة كاملة تمام؟ وهذه البقايا البيوت كيف كانت تأسيسها؟ ليش؟ نجزة أمعرف بس؟ هذا اللي موجود حالياً الآن وهي مقفرة بسور وفيها واحد حارس يعني موش مكان مهمل من السياحة أهمية التوثيق نعرف نمط الحياة السكنية كانوا يبنوا تحت البيوت خزنات ماء تقريباً متر بمترين العمق والله ما أعرف بس أعتقد كانوا مترين يمكن كمان كان كل بيت له اكتفاء ذاتي في الماء هذا المسجد الجامع منفصل عن الأحياء أو منفصل عن المدينة شوي بعيد عنها لو تلاحظوا أنه في نص المسجد فيه زي كانها في غرفة مستطيلة يقال أن هذا مصلى النساء حسب المصادر اللي إحنا سمعنا عنهم وفي الأمام هو المحراب أتوقع أنه مسجد واضح هذا مبني أو هذا دعنا نقول أن هذا عمره ألف ومية سنة بالقليل من ثلاثين إلى من عام ثلاثين هجري إلى تلثمية هجري طيب آخر جزء في الربدة بركة المياه الربدة على طريق القوافل الشام العراق بدأ يدخلوا عليها ومنها على المدينة أو على مكة فكانت توقف الجمال هنا وتشرب يقولوا أن الموية في هذا البركة تكفي عشرة ألاف جمل إذا ترى مشاريع ضخمة وكيف كان يخزن المياه في عقلية قبل ألف سنة هذه هي موجودة بيت يمكن أن نسميه بيت شعبي بيت تراثي موجود في خيبر بالقرب من حصون خيبر أعتقد كم جيل قبل 200 سنة أو 300 سنة لا أعتقد يتجاوز 300 سنة أو 40 سنة لكن يوضح للمهتمين أنه عن طريق التوثيق نقدر نعرف كيف نبنى بيت بدورين قبل أن ينهد وكيف كان يسوي شبابيك كم حجم الشباك والمسافة بينهم وهل يستخدموا محلية في البيت ديكورات مكان الباب في النص في الزاوية السكف كيف كان كيف كان فن العمارة في ذلك الوقت مسجد مشابه تاريخه الأعمدة كيف كان تكمل المسافة بين كل عمود وعمود تدخلوا وتشوفوا الصورة تقارن بين مساجدنا الآن ومساجد أهل زمان المحراب كيف كان شكله والصورة التالية قصر مجصص أعتقد اسمه سقط علينا باشا دخلت علينا باشا 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 boursh باشا ابحان و Liam من غير طبيعي عيون تجري الآن في خيبر كنت طائر وأنا لم أعرف نصف عيون طائرين قاعدين نوثق الموقع بعدين الشمس كان في الطرف الثاني انعكست على الأرض طلعت عيون وصورنا الصورة هذه يقال أنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خيبر ثلاثمية عين تجري ويقال الآن من أهلها أنه في خيبر الآن مئة وخمسين فقط عين تجري كويس لو واحد مو مشكلة بس أهم شيء أنه في عيون عندنا تجري موجودة الآن هل في السعودية في عيون تجري؟ نعم في عيون تجري في السعودية هذا واحد منهم أهمية توثيق في معرفة نمط الحياة العسكرية أكبر حصن في خيبر أكيد كان من حصون إذي تخبأت فيها اليهود أيام غزوة خيبر وتحت القرية التابعة للحصن طبعاً ليس ضروري أن المبنى الذي يفوق هو يكون مبني من أيام رسول الله سلم لا ليس ضروري هذا بالذات يقال أنه جدد في عهد الملك عبد العزة الله يرحمه صورة ثانية لحصن آخر في خيبر طبعاً فيها أظن خمس حصون إذا مني بغلطان أو سبع حصون في خيبر صورة قريبة من الحصن اللي شفناه في الأول يوريك كيف الملامح العمرانية له وكيف كان تكوينته الهندسية المشاريع الحيوية الأثرية المشاريع الضخمة زي عندنا نحن نبني مطارات ونبني محطات ونبني الأشياء الكبيرة كيف في زمان كان يبدو المشاريع الحيوية هذا وادي سد وادي رابغ يأتي من المدينة منورة ويمشي ألين منطقة مكة ودائماً في موية بالنسبة لنا هذا مشروع عادي لو أنت شفته في النت ممكن لو شفته في الاستقرام ما تطعوا لايك ما في شيء جمال صح ولا لا لأن عينا عيننا من تعود على هذا النوع من المشاريع لكن السؤال كيف كانوا مقاولين أيام زمان يبنوا سدود وكيف كانوا مقاولين قبل ألف سنة يبنوا السد وكيف كان الموادل كانت تستخدم كيف كان شكل نحن عرفنا سدودنا بالخراسانة بهذه الوانا كيف زمان كانوا يبنوا سدود نرجع إلى عام ستين هجري سد معاوية في منطقة المدينة منورة هذا سد مختوم عليه ومسجل في السياحة سد معاوية بني عام ستين هجري الغريب أنه هو تقريبا بعده عن المدينة عشرات الكلوات لكن يمكن كان يمنع موية دخولها المدينة أو من يعرف ما هي السبب أنا ليس جيولوجيا ولا لي في الأمور هذه ولكن سد اكتشفناه مدرك آخر الدنيا موجود ومن ضمن الأهداف اللي نبحث عنها لقين أنه هذا سد تاريخي موجود لما سوينا بحث لقينوا الناس مصورين أنه هذا السد عليه ختمة التاريخ بنائهم صورة أبعد للسد وكانت فرصة ممتازة صورنا أول شي كان ناشف بعدين جاء مطر وانا راح الرياضة راح الى دبي والذات لقيت الموقع السد أعرفه من الجو لقيت أن المنطق كلها مليانة موية أول ما رجعت كنت راح إلى دبي أول ما رجعت من دبي هذا حتى تكتمل الصورة وتكتمل توثيق سد والماء كيف شكل السد بوجود السيل أو بوجود ماء سد أقدم منه سد البنت أحد يعرف سد البنت سد البنت بين المدينة وبين خيبر في طريق إلى خيبر قريب من خيبر سد البنت يقال أنه بني في عهد ما قبل الإسلام ويقال أنه في حديث رسول السلام أنه وقف جنب السد حسب الحديث مسجل برضه في السياحة لكن كيف كانوا يبن السدود قبل 15 قرن أو قبل 1500 سنة هذا شكل السد سد ضخم كبير طبعا الجزء الذي على اليمين تكمل الوف لكن انهار السد مطرية الرياض جبال طويق الديرة أهل الرياض سكنين فوق والذي يذهب إلى جدة يجب أن ينزل تحت صح بكل بساطة تأتي أنت تركب السيارة طيب تركب الجبال تنزل تحت المسافة بين فوق وبين تحت 500 قدم 150 متر 50 دور عمارة نصف ارتفاع المملكة تقريبا برج المملكة فنحن لا نحس نحس في السيارة لا نحس الذي يذهب جدا لا يحس عد المشوار كيف كانوا يعمل المشاريع وكيف كانوا يتغلب على منطقة أهل الرياض لا يعرفوا كيف كاتل معاناة زمان طبيق اسمه الجدية 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 كانت الجدية تطلع منها لا توقع أن أشرح لكم هذا جزء من المنطقة من أثار المنطقة لكن كانوا يقولوا أن الجدية تقعد يوم كامل لكي تطلع المنطقة هذا المنطقة لكي تطلع منها لكي تطلع لكي تطلع هذا الارتفاع لأنك الآن بدون ما تشعر فيه تعديب السيارة بأقل من دقيقة كانوا يقعدوا يوم كامل فيه لكي تطلع منطقة وهذا هذا الموقع مرتبط بعصر الإسلام الذي لا يعرف أهل الرياض أنه لهم جزء من تاريخ الإسلامي في بداية عصر الإسلامي لأنه كان الحجيج يعبر الطريق هذا على مكة ورجع من المكة وغير التفجار طبعا وغير حركة التجارة في ذاك الوقت فعن طريق التوثيق نقدر نعرف كيف كانوا ينشؤوا هذه المشاريع وكيف كانوا يستخدموا المواد وكيف كانوا يستخدموها في المشاريع الحيوية في ذاك الوقت أهمية التوثيق للإرث البشري في معرفة مباني في معرفة مباني المعتقادات الدينية والإسلامية تبقوا تشوفوا معبد في السعودية نعم في معبد في السعودية قصر الحمرة موجود في محفظة تيمة في تابوك قصر الحمرة بني أديكم تاريخه بس دقيقة قصر الحمرة هو قصر أثري قديم في الجهة الشمالية من تيمة بني القصر من الحجارة وينقسم إلى ثلاث أقسام أحدهم واستخدم للعبادة والآخر لخدمة سكان القصر ويعود تاريخ بنائه إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد فوحدة من أو جزء من الغرف هذه كانت تستخدم للعبادة موجود القصر الموازن موجودة الآن وزيما أنتم شايفين محافظ عليها من قبل السياحة قصر الفريد في العلا الشاشة ضال مصور حقنا بس مو مشكلة قصر الفريد في العلا مدينة الحجر يستخدم تستخدم هذه المباني كمدافن والله أعلم لكن الغريب أنك تشوف واجهة ضخمة وتشوف بعدين في الأخير غرفة أو باب فلما تدخل تجد غرفة أصغر من هذه وبعدين منقصين الجزء هذا ويحطوها مدافن يمكن كانت تفاخر وفي ذلك الوقت على كيفية أنهم يدفنوا جثثهم لكن هي متقادات في الأخير وفي منهم يقولون أنهم يستخدموها كزي الحصد من تغييرات طبيعية مثلا زلازل أو سيول أو زي كذا اختلفت الحديث عن السبب ولكن في الأخير هو يعود بناء إلى المعتقدات عندهم في ذلك الوقت ما هي قصور سكنية هذا الأساس لأنه تدخل ما تجد غرف صغيرة أو واحدة تفضل طبعا معنا نحن 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 ساكم الله بالخير جميعا طبعا في الحقيقة أنا زرت هذه الأماكن قرابة 44 عام قبل 44 عام طبعا كان فيه الدكتور عبد الرحمن وصار الله نسيه الخير وشافي إن شاء الله يعافي فذكر لنا في ذلك الفترة أنه تذكر أنه هذه كانت جزء منها مقابر وجزء منها يدرس يعني يعرف أن يعني مش تدريس النمائش يعني يجلسوا فيها فيام الشتاء هي الغرف طبعا منحوطة من أسفل ويدخلوا فيها من أجل أنهم يعني يحتموا من البرد والوحوش حسب ما ذكر الدكتور وطبعا أنا صعد في ذلك الفترة في أحد القصور هذه وأنا شاب يعني في عمر 17 سنة 16 سنة فكانت في مقابر موجودة فوق القصور هذه فتذكر أنه هذا الكلام يعني يدل على أنه كانت تستخدم بعدة أغراض هل هناك صور الموطة المصور هناك صور يمكننا نعرف حساباتنا شخصية على استقرام لكننا لم نستطع هنا لأنها لا مبنى هل يضعون واحد فوق سطح دافني هناك فعلا صح موجودة نعم نعم الله أعطيك العافية شكرا دكتور أعطيك العافية تعطينا الشاشة صورة الأخيرة في المتقل الدينية أترككم أنا مع كده تأمل هذه الآية اللي حب يعرف كيف كانوا يقصوا الجبال والصخور ترى الزاوية اللي على يمين توريك يعني كيف بداية النحت بعدين الواجهة وإذا كان الباب هذا صغره شوف فين ضربين فوق ارتفاع على أساس بس يسمو واجهة مزخرة في الشكل هذا ما أهمي توثيق الإرث البشري معرفة نمط الحياة البحرية أحد يعرف ميناء الجار ميناء الجار أول ميناء إسلامي في أقرب واجهة بحرية للمدينة منورة أول ميناء لعاصمة الإسلام إذا تذكر صورة الرأس الأبيض هذا جنبه ميناء الجار ميناء الجار يقال أنه بنى وكان مولود من قبل عصر الإسلام وازدهر حركته في عام في بداية الإسلام وإذا تذكر التاريخ أنه أصيب المدينة عام لرماد الجفاف فاستخدم هذا الميناء أنه يأخذ البضائع والمواد الغذائية من مصر كانت يشحن وإذا كنت أنه يجب من مصر أنه يجب من مصر وإذا كانت تنقيب الآن شغال عليك وليس كانوا مصورين وردوا مرتكباً لشركات أنت تنقب كنز ميناء الإسلام لا موجود على الخارطة الآن ما أهمية توثيق الإرث البشري الشرح بصورة يغني عن ألف كلمة نعطيكم بالدقائق اللي جاية هذه ندخلكم في غزوة بدر بالدقائق نشرح لكم الغزوة كيف سارت باستخدام التصوير الجوي باستخدام قسم المنتاج عندنا باستخدام المصادر الشرفية امداد بالمعلومة ورح نعطيكم الغزوة من أولها لآخرة كيف تمت بداية الغزوة هي ملاحقة لقافلة أبي سفيان كان جيش المسلمين يحاولوا صيدوا القافلة هذه وهذا مسار القافلة طبعاً طرقها كانت موجود زمان هي نفسها طرق صغيرة ولكن كبرت مع السفلت انحرفت القافلة وأخذت مسار ثاني تبعد عن جيش المسلمين وبعدها عندك دخول جيش المسلمين من الشمال ودخول جيش الكفار من الجنوب في الصورة الثانية يبدأ القرآن يوري كيف تمركز الجيش كان وتمنى الصوت يشتغل ترجمة نانسي ترجمة نانسي طلعنا ورقب تقريبا في المنطقة التي هي قريبة من البحر وبعدين موقع الغزوة تحدد صاروا كلهم في وجه بعض وفي النص التي سيصير موقع الغزوة تذكروا أيام زمان لما كنا في المدرسة كيف كانوا يعلمون الغزوة كيف الآن قارن بين تعليمك لغزوة بدر وكيف أنت تاخذ المعلومة عن طريق التصوير مخطط المعركة كيف تمت المعركة هذه ساحة القتال موجودة الآن هذه ساحة المعركة ترككم مع الفيديو تشوفونه ترجمة نانسي قنقر حاولنا نحط الحركة أو محاكات المعركة قد ما نقدر على المواقع الحقيقية التي كانت فيها في الشمال الشرقي في جبل اسمه جبل الملائكة سمني بذلك لأنه نزلت الملائكة من هذا تجاه دخل ألف ملك ناصر جيش المسلمين جزء منهم هاربوا المشركين وجزء أسر وجزء مات أو قتل نتائج المعركة الجزء الأخير في المعركة عدد الشهداء موقع المقبرة الشهداء موجودة الآن هي موجودة في بدر لكن لا معروف فهم بالضبط لأن الناس لا يمكن أن يرونه لأنه في جزء كبير مسور طبعاً نطلع ونصور أو أن يتصور جميع مواقع الغزوات ويجو حقون السيرة النبوية ويركبوا الصورة على الأحداث التي تمت ويجو ناس حقون المنتاج والمعالجة ويحركوها بطريقة معينة أن يخلوا الجيل اللي طالي يعرفه كيف حركة وهذه كمان يعني ما أحسنا هي مسؤولية علينا تجاه الزوار والمعتمرين اللي حيجوا إذا كانت نتكلم عن عشرين ثلاثين معانتون في ناس كثير حيجوا كسياحة دينية أو كزوار للمواقع الدينية آخر سلايد عندنا أو آخر جزء في السلايد اللي هو سرعة التوثيق قبل فوات الأوان قبل غزوة بدر في غزو اسمها غزبة العشيرة راجعة من الشام راحت أخذت البضاعة ورجعت فالرسول السلم حاب حاول صيدها وهي طالعة في الأساس فراح وجلس في مدينة اسمها مدينة العشيرة هذا المدينة جلس فيها رسول السلم أكثر من شهر تمام المصادر تقول أنها في مكان معين في القرب من وادي بالقرب من بعض العلامات الطبيعية مازات هي موجودة نشغالين مع محافظة ينبع ومع ناس في أهل الاختصاص عندهم قالوا نبع نطلع موقع المدينة هذه مدينة مدينة حية كان فيه رسول السلم يعني ما هو مثلا بيت هذه مدينة كاملة كانت موجودة هذه المساحة التي ندور فيها في الجو وهذه الصورة التي كانت في ظهر الصورة الأولى بعد ساعة وخمس بعد ساعة وخمستاش دقيقة ونحن ندور لا نعرف هو فوق الجبل المدينة والتي صغيرة لا نعرف حجم قد الرابعة أو قد مدين كبيرة أو بيتين اكتشفنا موقع المدينة موقع المدينة هي التي قدامكم وهذه المنطبة البارزة التي متقوسة هذه ربو تقريبا رمال لا أستطيع أن نفوذ المدينة لا تحرك دائما صورناها مرتين المرة الأولى كانت أوضح مرتين لديها مضروة أكثر هذه المدينة كيف شكلها كان نبدأ نشوف صورها هذه تقويصة مطبيعية هذه تقويصة صورة المدينة هذه هذه المنطقة التي أعتقد أن قواعد الغرف أو البيوت الصورة المحزنة أعتقد وضحة المدينة الآن من الجو وهذه أهمية التوثيق الجوي والتوثيق بشكل عام الآن هذه مدينة كمعيار تخص صيرة نبوية التي تعتبر أهم من المواقع الأثرية بالنسبة لنا نحن ليس كأفريق كسعودية المدينة كانت عامرة وانتهت لا كان في تصوير ولا كان في رسم ولا كان في ولا شيء يثبت كيف كان شكل المدينة فتأخر الوقت وانتهت المدينة بالكامل المسؤولية على أن يفترض أن نوثق المواقع الموجودة الآن قبل تنتهي التاريخ يذكر مدينة كانت قائمة جاء زلزال تشارت جاء فيضان تشار أهم فأهمية التوثيق باستخدام الأجهزة سارت سهلة الكاميرات متوفرة وبأسعار متناور اليد الكل وغير كذا مواقع التخزين موجودة ومجانة ولا نعتقد أنه ممكن الدولة هي اللي راح تسوي كل شي إذا ما شاركنا ما راح نتقدم لأننا في الأخير نكون فريق واحد والنقطة الأخيرة هي الفرق التطوعية كل ما زادت في التصوير في الإغاثة في أي نشاط كل ما كان عندنا فرق التطوعية بكل مجال كل ما عبرنا أننا من ضمن الشعوب والدول المتقدمة والراقية أنهي الورشة العمل وأشكر لكم وأنا آسف إذا كان في أي تأخير أو أطالة أو ما كانت ممتعة بالشكل المطلوب تأخير تأخير أي سؤال سؤال أعطيك العافية أطالة ممتعة عافية وإن نحن ممتعة حكومة ممتعة عافية لا يوجد صور قريبة مصورة وكيف تضع صورك مجاناً؟ شكراً نحن فريق تطوعي كل الصور تمت خلال من عام 2014 كما قلنا لكم في رمضان حتى قبل تقريباً كم أسبوع متطوعين الذي عنده طيارة يجيب طيارته الذي عنده كاميراته الذي عنده معلومات في الأرض يفيد الفريق عندنا ناس شغالين في الجغرافيا ما وصل مثلاً منطقة تقريباً أقرب سفيلت لها 30 كيلو معرفينها في عندنا ناس مختصين في الجغرافيا هم الليدر اللي مشيحنا وراهم فكل واحد حسب فاجتمعنا وكل واحد يعطي زكات اللي عنده في العمل هذا شيء الثاني هل إحنا عندنا دعم لكله بنفقتنا الخاصة وما اشتغلنا حتى الآن ما اعتمدنا حتى الآن من أي جهة حكومية في البداية أنت تبني سيفي حقك ما مش ممكن تروح عند السياحة تقول الله يا أنا أشتغل تحتكم طب انت مين بس بعد ما تكون سيفي لك وتكون الفريق المتكامل كانك تكون منشأة تجارية بالضبط تقريباً بعدها تكون عندك القدرة كنت تقدر تتكلم مع حقون السياحة طبعاً جلستنا هنا أو الدعوة اللي وجهها سياحة لنا هي بداية الاعتراف بعمل الفريق وإنجازاتهم بالنسبة للصور موجودة هذه مواقعنا أتمنىكم أنتم تدخلوا وتشوفوها وتشوفوا الصور هي صور مش صورنا ولا هي مواقع مواقعنا نحن نتكلم عن مواقع يفترض أن الناس يشوفوها لأنها يتعبر عن المنطقة نحن نسوق لصور خاصة فينا نحن نسوق للدولة ولتراث الدولة السؤال الأخير اللي هو التصوير الجوي هذا الموقع السؤال الأخير كان عندك نحن نختصين في التصوير الجوي فقط الأرض ماشاء الله كثيرة ولكن الجوي قليل ولا نستخدم الطائرة نطعب نفسنا من فوق ونضع المصور على الزاوية يعني مثلا الوقت المميز للتصوير أو الساعة الذهبية للتصوير يقول لك قبل الشروق بساعة وقبل الغروب بساعة وانتم عارفين طبعا أن هؤلاء المصورين هذه المصورين تصوير موقع تضع الشمس على جهة وتضع المبنى على جهة ثانية وتحاول تضرب صورة التي تقدر توصلها إلى مستوى العالمي سؤال ثاني تضر سؤال ثاني تضر الله يعافيك الله يعافيك والزملائك العاملين معك الحقيقة الجهد الله يعافيك جدا تشكرون عليه ومعكم المهندس سعيد القحطاني مستشار في العامل السياحي والتراث الوطني الحال الله يبشير لا يخطيك لك طبعا بدون شك همية التصوير أن تركزت على معالم ووزعتها إلى فوهات بركانية وبعض المعالم الطبيعية وبعض المعالم الأخرى من الأرث الإنساني ولكن هناك أيضا نحتاج للتصوير في الأشياء الصغيرة اللي بالتصوير يمكن القريب يعني بعض الخصائص الزخرفية في المباني بعض الخصائص الزخرفية في السجاد مثلا هذه طبعا لها أسرار يعني معينا وأرجو أن تتمكنوا من ذلك مستقبلا يعني كمجرد اقتراح الملاحظة أن معظم الصور اللي عرضتها تركز على منطقة المدينة وما حواليها باستثنى طبعا مناطق اللي التابعة إداريا منطقة تبوكة ومكة منطقات المملكة إجمالا غنية ببعض المعالم وخاصة منطقة الجنوبية نطائف إلى نجرى الباحة عسير فيها قرة رهية جميلة فيها معاي فيها شواطئ فيها جبال يعني نادرة وكذلك المنطقة الشرقية الاستفسار هل في المستقبل إن شاء الله ستغطوا المناطق هذه وأرجو أن تغطوه الاقتراح التطوع كما شكورا لكن أنا أقترح أن تكونوا كجمعية تسجلون اسمكم جمعية عشان يكون ككيان اعتباري يبقى لو عبدالعز الدخيل ترك التطوع تبقى الجمعية هذه جمعية المصورين نسميها ما اسمنا متأكد كثير من المنظمات والوزارات والجهات الحكمية تطلب المنتج حكم متأكد لأنها صراحة يعني بصرف النظر عن الموجود حاليا كثير من الوزارات عندها إرشيف لكن للأسف محفوظ في ملفاتها ولا يستطيع الحصول عليها من يريدها أما للسرية أو للتكلفها أو ما إلى ذلك فأنتم مشكورين فأنا متأكد لكم سوق واعد وأرجو إن شاء الله أن تثمر جهودك لا تستمر وأخشى ما أخشاه أن تصل إلى المرحلة وتتراجعون كحالة البشر يعمل فترة معينة ثم يتوقف يقول الله ما أحد دعمني ما أحد عمل لكن إن شاء الله نرجو أنهمتكم تستمر وأنا عن نفس السرعة أقول مرة أسمع عن هذا الإنتاج وأرجو إن شاء الله التعارض نستقبل سؤال المهم هو لماذا أنتم مركزين في منطقة المدينة لأننا فريق تطوعي نطلع من العمل اليوم الخميس العصر أطلعنا أطلع من ستة المغرب وأحيانا السبت لازم أكون موجود في العمل عشان جينا وصورنا طويق استفدت من عيد الفطر ومع أي مكتورة ومع أي طيارة وراء يعني أنت كنت ساحب سيارة معاك فالمدة التي تعمل فيها المسافة الوقت اللي عندنا من ضيق الشيء الثاني ليش الجنوب ما تصور فيه هنا نقطة محد يعرفها أن الطيران ممنوع في المنطقة الجنوبية بشكل عام للفئة التي نعمل فيها لأنها منطقة عسكرية الواجهة البحرية ممنوعة إذا أخذت إذن مثلا زي الرايس أخذنا فيها إذن وطرنا بدر أو تيمة تيمة أنا مجينا وصورنا المعبد كلمنا المحافظة أو مدير الرئيس المركز ما تذكر قام قال أنا ما أقدر أعطيكم الموافقة ولا الشرطة وحونا على الشرطة الشرطة قال نحن لا نعلاق نحن عندكم مشكلة إيش سوى قمت وقفت الطيارة بعيد وجبنا الفريق وتجهزنا وأقلعت وقلنا أوكي روحوا أنت أهرب وثلاثين كيلو جوا ودخلنا يوم الجمعة الفجر ضربنا صورنا بسرعة وطلعنا يعني هذه الصورة مدير كيف طلعت معنا حلوة لأنه ما أخذنا راحتنا فأحيانا أنت محارب أحيانا تكون أحيانا يكون نظام مش معك أحيانا يكون مسؤول وليس مهتم في عملك النقطة الأخيرة الفريق يحتاج التصريح ويسح يعني أنهم يحتاج الدعم مثلا أصور موقع في الرياض يفترض أن أشحن الطيارة وأشحن الأجهزة وأجي بالطيارة تنشحن بر وأجي أنفذ المهمة وأرجع لكن إذا أنت شغال على مستوى تطوعي راح تكون إمكانك زي ما هي وعندما جئنا لدينا الموازين لقينا المنطقة الغربية فيها لأنها تقريبا هي زي سجادة اللي مشى عليها ناس كثيرين فلقيت عندك كمية كبيرة من الأثار الموجودة ويمكن قدام تتحسن نحن معطين تقريبا عمر الفريق كمان ثلاث سنوات قدام وبعد كده يمكن أن نوقف طيران برضو يحتاج إلى جهد عشان قدام أقول أسسوا كيان جمعية ونقوم بها بالدولة الآن فكرتنا أننا نعتمد من الجهات بعدين ممكن ندخل إلى جمعية صح وفي الأخير كما قلت هذا ليس عمل مصدر رزقنا هو عمل نشتغل فيه بعد ما نرجع من العمل نتواصل مع الشباب جاهزوا وشتغلنا فيها بالليل فهي واحدة واحدة وبالعكس أنا لا أرى ناس يعني يبدأوا يعطون ملاحظات هذا معتهم متقبلين الفكرة متقبلين لنا عملنا الله يعطيك العافية طول بعمرك إن شاء الله سؤال هل توجد أخير من الصور الصغيرة ونزحان هذه طيارات بالرموت كنترول طيب هم لا يمكن أن يوصل للصور التي نطالعين فيها الكبيرة مثل البراكين هذه ضرط في رقم قياسي عشان أن أصل لها وكسارة الأنظمة التي موجود فيها لتأخذ الصورة هذه لا يمكن أن تطلعها للرموت كنترول الرموت كنترول ممكن أن تقدر تدخل فيها فإذا أنت تريد تعمل على كل المستوات ستكون صعبة تشتغل أرض تشتغل قريب لكن روح لمكان الطيرات التي هي شغالة فيها جهاز ثاني لا يمكن أن تكون مميز في مكانك هذه هي فكرتنا الله يطول بعمرك إن شاء الله طيران شرائي طيران شرائي طيران رياضي سؤال ثاني أخوان لا أعطيكم عن الصلاة الله أعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم